الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليوليه من آياته الكبرى وأشهد أن سيدنا محملا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفى من العالمين اجتباه ولهداية البشرية أرسله فأدى الأمانة ونصح لكم وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها فيا ربنا وصمي وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربه بإحسابه إلى يوم الدين اللهم فرد هموم المهمومين واقشف الكربى عن المكروبين واقض الدين عن المدينين اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا وغير أحوالنا وأحوال الناس الأجمعين إلى أحسن حالنا رب العالم اللهم آمين آمين أما بعد في عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله فبارك وتعالى وأحفكم وأحف نفسي على طاعته والتزام من أوامره يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا تقاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين اللهم وفرنا أن نكون من عبادك المتقين أيها أحفة الأفاضي شهر رجل فالعظم على الرحيم وهذا شهر شعبان المبارك فمن قصر في شهر رجل ففي شعبانا فليتدارك فالأيام تمر صراعنا وكل يوم نعيشه هو غريمة كبرى نستثمرها ونستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى فلنهرس على التزود من التقوى وتزود فإن خير ازداد التقوى قبل أن لا نافين من رحيم وإلى ذلك لا ينفع ندم ولا ينفع عوين هذا شهر شعبان أيها الأحباب كان يحتفي به الهبيء المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام احتفاء وكان يقدمه على سائل الشهور حتى أن لا ناسم أن أسامة رضي الله عنه والله سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب احتفائه بشهر شعبان واحتفائه عن سائل الشهور وكان يكثر مصيامه فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وحبه لنرفع عملي وأنا صار إذن سبب هذا الاهتمام أن كثير من الناس يشغلون برمضان ويستعدون برمضان فيغفلون عن شهر شعبان وقد كان عليه الصلاة والسلام يصم أكثر شهر شعبان فإذن الفارق أنه بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وهذه شرط من السحباب العبادة في وقت الغفلة في وقت عدم اهتمام الناس أن يتوجه المؤمنون في هذه الأيام المباركات إلى الله عز وجل وكذلك فيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن ينفع عملي وأنا صائم والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا والحباب وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حلصنا على السيام جاء رجل فقال يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالسيام فإنه لا إلا له أي لا قليل له وسواء كان في رمضان وهذا طبعا صوق الفريضة ومنزلته عالية ولكن المشار إليه وصدق النافلة في غير شهر رمضان ومن صام يوما في سبيل الله باع على الله عن وجه النار يوم القيامة سبعين خليفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحرصة والحباب على الطاعات والتربات في زمانها وهو الذي كان يصوم وكان يقوم حتى تتورى من قدماه صلى الله عليه وسلم وهو حب أن يرفع عملي وأنصائم لما في الصيام من أجل عظيم فمن باب أولى نحن أي الحب أن نجتهل وأن نحرص في هذه الأيام المباركات أن نستغلها وأن نعيش دورة تدريبية قبل دخول شهر رمضان المبارك ونكون بذلك على أتم من استعداد فترفع صحائفنا عند الله تبارك وتعالى وتكون مملوئة بالخير هل يحب أن تفع صحيفتك فارغة أو مليئة من ذنب وكل إنسان ألفناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً ينطره منشوراً اقضى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيماً كل واحد مننا يا أخوان عندهم صحيفة لذلك بعد الصحابة شتمه أحدهم بقوله يا كلم فقال هي صحيفتك إن أها بما شد كل كلمة تصدر منك تكتب في صحيفتك كل عمل تقوم به ترى في يوم القيامة بين يديه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا معامل حاضراً ويغلم ربك أحداً فهد يحب أحدنا أن يذهب إلى الله وكل إخوانه معهم زاد ونحن بلا زاد هد يحب أحدنا أن يبقى الله وهو عنه فضمان وهو عليه فضمان ما أحد يحب أن يبقى الله إلا وهو راض عنه لذلك يا أحباه ينبغي أن نملك صحائفنا وهذا يوم التجارة مع الله وهذا يوم التقرب إلى الله كان يستغله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحتفي به ويهنس عليه يصوم نهاره ويقوم ليلة ويبعو الله تعالى وقد سألته مرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد رأته قد أطار القيام وير في سجونه أعوذ بمعافاتك من عقوبتك أعوذ برضاك من صخطك ومن معافاتك من عقوبتك وأطال السجون صلى الله عليه وسلم حتى ظنك أنهم قد قبلوا أي أنهم ماء صلى الله عليه وسلم فلما مأكهوه وهو يذكر الله عز وجل سألكه بعد ذلك عن سبب إيطالته ودائما صلى الله عليه وسلم يقول حتى تتورى من قدما فتسأله هل أهوانت عليك يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول عليه الصلاة والصلاة أفلا أكون عبلا شكورا أفلا أكون عبلا شكورا في أيام شهر شعبان وفي ليلة مباركة ليلة النس قل هل تدرين يا عائشة أي ليلة هادة قل الله رسوله عنه قال ينظر الله عز وجل فيها إلى عباده فيأخر لمن شاء منه ويؤخر أهل الإحقال والمتشاعرين يؤخر المتخاصمين يؤخر طوطع رحم يؤخر أن من مميك أكدي أموال الناس بالباطن والله عنه فليصف بين العباد فيقول فاتقوا الله وأصبحوا ذاك بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وفي أكله وإذا دريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أجعلنا منكم فاتقوا الله وأصبحوا ذاك بينكم فاتقصاروا شره مستقيم وما تعيشه أمة من اليوم على صعيد الأفرار على صعيد الأسر على صعيد المجتمع على صعيد مرسي الهرم من التخاصم من التباعد من الظلم لذلك يوحب ولا ذنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وابتقوا الله فهذه يوم شعبان أيام المباركات نحن مدعون فيها أيها الأدباء للمصالحة مع الله كل واحد منا وضع بنفسه وأن نعلنها وأن نبايعة ومبايعة ونصاد مطل ونصلاة ونسك ومهيا وما مات وما مات لله رب العالمين لا شريك وأن نعنن مبايعة الصرحي مع الناس فلنأكو عما ظلمنا وأن نتصافح فيما بيننا وأن نساك بعضنا بعضا وأن نتق الله فيما بيننا وأن نصالح أنفسنا فأن نتق الله عز وجل ونرجع إليه ألم يأني للذين آمن أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يأني ولذين منكوبوا إلى الله تأوبة النصوحة عسى ربكم يكفر عنهم سيئاته ويخلق جنات التجري من تحت هذا الهام يوم لا يرس الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أينيه وبأيمانه يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وطير لذلك أيها الأحباب المبايع والمصالحة مع الله تبارك وتعالى والحقص على الانستثمار من هذا الأيام المباركة بالأمس كنا نقل دون ونقول رجب على الأبواب وهذا هو رجب على وشك أفول ومن سنوات امتوال نحن نذكر ونقول رجب ورشعبان ورمضان أيام للهجة وكان بيننا إخوة لنا كثر قد أفضل الله تبارك وتعالى لذلك ينبغي على كل واحد منا ما زالت أنفاسه معه وهي المنمة الكبرى أن يستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى وأن يستغلها في عبادته وأن يستثمرها في مرضاقه قبل أن ينادى فينا الوحيد الحمد المصف صلى الله عليه وسلم كان جلسا بين أصحابه متكئا فإذا بأعرابين يدخلوا على النبي عليه الصلاة وسلم يربط ناقتهم ثم يدخلوا مهربنا ويقول أين محمد ابن عبد الله أين ابن عبد المنطلق أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم جلسا متكنا مع أصحابه فأشاره إليه فقال آه الأعرابين يا ابن عبد المنطلق قال أجد صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك فمشدد عليك في المسأل يعني لا تأخذ في نفسك شيء عليه أنا سأسألك مسألة وأشدد عليك فقال لهم عليه الصلاة والسلام سلم مذنب ألي شيء لتسأله إلي أمن فرفع صلوه يسمع الصحابة وقال يا رسول الله ما رفع السماء قال له عليه الصلاة والسلام الله قال من بصد الله قال الله قال من نصب الجبال قال الله قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله الله أسألك إلينا رسولا قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الأعرابي أسألك بمن رفع السماء وبسط الغرض ونصب الجبال الله أسألك 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 من خمس صدوات في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أمرك أن تأخذ الزكاة من أبنيائنا وتردها على فقرائنا قال اللهم نعم وما زال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الخط ثم قال له الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله لن أزيد على ما سبيل ولا أبنس يعني ستقوم بما قلته وتمرت نبيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن الصلاة ومن الصيان ومن الزكاة ومن الحل وأنا فلان ابن فلان وسأرجع إلى قول وأخبره فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى وفي رواية إن صدد بما يقول نخل الجنة يعني أكام الإسلام هذه المفاهيم هذا كان عظيم يبغي أن يرحبا أن نرتقي من أنفسنا لنتطبق على أكبر وجه وهذا زمن المسارعة للخيرات من صلاة ومن صيام ومن قيام ومن زكاة وأسأل الله وأسأل الله أن يفرج عنا فنحج بإذن الله قليلا قولكم بهذا وأستغفر الله لك فالسفروا ومفافة أزاق استغفرين السفر بسم الله بسم الله ورحمة الله وبركة على مدينة محمد وصحاب عجمالي ويكورت السلام فسوة صورة بخير جزو رجل ورحمة 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 الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر